أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضاعم الأزهر الشريف للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجهه جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس الوزراء بمقر مشيخة الأزهر وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤول الأزهر الشريف وجامعة الأزهر كما أكد مدبولي أن الدولة لا تتدخر جهدا من خلال التنسيق مع الأزهر في دعم الطلاب الوافدين وتدليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم فضلا عن تيسير مختلف شؤون الموعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج من جهته قال فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دولة حول العالم لدراسة في مختلف المراحل التعليمية مؤكدا الحرصة على توفير الطلاب الوافدين فرصا للتعايش والاندماج في المجتمع المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر